الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون ينبغي على كل واحدٍ منا أن يحرص على معرفة فقه الدعاء وأدى بالدعاء وهذا يفرط فيه كثير من الناس فترهم يدعون الله سبحانه وتعالى وليعرفون بعض الأداب المتعلقة بالدعاء أو ما يستجاب به الدعاء بالأحرى ومن فقه الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني لما الإنسان يكون راح يدعي وليكمل الدعاء تعو فيصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربةٌ عظيمة قال الله تعالى إن الله وملائكة يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا فالمؤمن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم استجاب دعاؤه بإذن الله سبحانه وتعالى فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بوابةٌ لاستجابة الدعاء أو سببٌ لاستجابة الدعاء ولو تأمن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثٍ عظيم كل دعاءٍ محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما معنىها؟ الدعاء يُحجب أو تُحجب استجابته حتى يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وسلم في حديثٍ آخر إن الدعاء محجوبٌ لا يصعد منه شيء حتى يصلى على محمدٍ وعلى آل محمد فنحن أيها المؤمنون إذا أردنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى في صلاتنا وفي سجودنا أو أقول في أوقات استجابة الدعاء كالوقت بين الأذان والإقامة أو في وقت الليل أو في الثلث الآخر من الليل أو أراد العبد أن يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى فينبغي عليه أن لا يغفل عن هذا الأدب العظيم ألا وهو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بقبل ملكاً أعطاه أسماء الخلائق فلا يصلي علي أحد ليوم القيامة إلا قال ذلك الملك إن فلان بن فلان يصلي عليك فأنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فاسمك يذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر اسم أبيك وهذا من البر بالوالدين فنسأل الله تعالى أن يستجيب دعاءنا والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر